بجرة قلم واحدة النظام يستولي على الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطيا لعائلة العنزاروتي المتمثلة بشركاتها الست أبرزها شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت العائدة ملكيتها إلى كل من باسم ومحمود عنزاروتي وهذا الأخير كان عديلا لماهر الأسد وهو ما يجعل تهمة الإرهاب التي أطلقها النظام على العائلة تبدو غير منطقية لدى كثيرين مصادر عدة أكدت أن نظام حجز حتى على السجلات التجارية الفردية الخاصة بأفراد العائلة وزوجاتهم وعلى العقارات والأراضي المنتشرة في برزة والمزة والصحناية والكسوة فضلا عن 115 سيارة تعود غالبيتها لشركة العائلة التي أسست قبل 40 عاما وتؤمن فرص عمل لأزيد من 15 ألف عامل حسب المصادر لكن ليست وحدها عائلة العنزاروتي أول من تعرض لتشبيح الأسد كما يقول متابعون للخبر وربما لن تكون الأخيرة فذاكرة السوريين ما تزال طرية عن رجال أعمال سطى النظام على ممتلكاتهم رغم أن بعضا منهم كان يوما ما في واجهة نشاطاته الاقتصادية خارج سوريا لتفادي العقوبات الأوروبية والأمريكية كما أن مصادرة أملاك السوريين طالت أيضا حتى أصحاب الفكر والتهم ذاتها الإرهاب الإرهاب الذي أصبح سيفا يصلطه النظام على رقاب كل من لا يمول حربه ضد السوريين بعد أن استمار تجارا وألزم صناعيين وضغط على مستثمرين ليساهموا في تكاليف معركة وقودها الناس والحجارة هدفها تعوي مبشار الأسد وهندسة سوريا جغرافيا وسكانيا من جديد وعليه يبدو لدى كثيرين أن قرار مصادرة أملاك عائلة العنزاروتي هو نسخة مطورة من القانون رقم عشر الخاص بسلب عقارات المهجرين من أجل هندسة المدن السورية بناء على مخاطط إيران التوسعي